اختيارك أولاً يعني سؤالي ليه شقين شق الأول اختيارك للفنانة سوسن بدل واختيارك لامرأة يعني لأنه دايماً بحيث ماصر أم يعني كلمة عن ماصر يعني لازم تكون امرأة يعني فهي هي مادام سوسن هي كانت أول اختيار بالنسبة لي لأنه لسببين أول حاجة هي مثقفة جداً فهي كانت قردي حضيف للموضوع وكانت حب الموضوع تاني حاجة مادام سوسن قريبة من الناس كلهم بغض النظر عن الطبقات الاجتماعية يمكن توصل للناس كلها بسهولة وهو ده أنا كنت محتاج وأنها في الآخر مصدقية عمرها والخبرة الموجودة عنها وفي عشرة بينها وبين الناس كمان وفكرة أنها في الآخر بتقدم معلومة علمية بحتة ممكن تكون معقدة شوية فهي وجودها هيسهل توصيل المعلومة دي هيبقى عنصر من عناصر تسهيل وصول المعلومة هنا فكرة اختيار الفنان لأنه معتاد هو على توصيل الأشياء بزرط هو بمثل صحيح بيقدم أشياء فهو عنده هذا الاعتياد هي كمان فكرة أنه استخدام السلابرتي عمتاً في أي حاجة بيصلت عليها الدوق وأعتقد أن أي حد عنده الملكة دي أنه يستخدمها أنه يوصل رسالة أو يوصل قضية معينة طيب في نفس الوقت برضو ناس كتير هتقول أنه أنت بتبزل مجهود كبير قوي بترجع لكتب وتاريخ ووقت وحضارة وتصوير وكدرات وفريمات هل هي مجاسفة مغامرة ولا هي حاجة أنت بعد ما بتخلص تتنفس أنك إزاي عملت كمعت كل الحاجات دي مع بعض حاول حضرتك حاجة الموسم الأولاني عشان أنا أتخصص شغلي أصلاً في كتابة أفلام عن مصر الأديمة فكان سهل بالنسبة لي من حيث المادة العلمية وكان معانا ده كترة بتراجع وراي كمان الجزء الثاني بصراحة أنا ما كنتش ملم بيه زي ما كنت ملم بمصر الأديمة فهو ده اللي تتضاد أنا أعد تذاكر أكني في الجامعة أعد تذاكر كتب تاريخ كتب تاريخ كل كتاب قد كده وبعدين المشكلة في الموسم الثاني أنه بعد فترة عصر الأسرات احنا بقى فيه أطراف كتير قوي عايشين في مصر فيه أغريق فيه رومان فيه يهود قاعدين في بداية المسيحيين وفيه الشعب المصري اللي هو مكمل من قبل كده ففيه خمس أطراف موجودين في الحدودة مؤسرين في السوق وحكاية ولكن صعوبة الموضوع كانت أنه كل طرف فيهم موسق قصته هو فقط فأنت بتربط بقى ما بين كل القصص اللي عاشت في التوقيت وقد إيه كان حاجة مبهرة بالنسبة لي أنا لما كل الحاجات تتحط في الصياق أو في الكنتكست بتاعها إنه ده كان بيحصل مع ده وده كان بيحصل مع ده لما تجمعي تيبقى عندك نظرة شاملة أكتر للموضوع يعني eye opener آه بيبقى أحسن